اللي قبلها وهذه عتاب ما بين لاعبين وتزديدة كانت في اقصى زاوية اليمنى لمرمى عصام الحضري لا استطيع ان يفعل مع الشي شوف مرة تانية شوف كل دي بساحة فاضية مشي عبدا عملها بالقدم اليسرى عكس اتجاه قسمه سكنت وهادي فرحة اجهاز الفني جمال منات مع رابح سعدود مع عبد النور كاوا مع زهير جلول بسرعة هذه كرة مرة تانية شوفوا حضراته هذه في الاعادة افادة طالع غزال عبد القادر غزال من بين المدافعين ويحرز الهدف التاني هذه الفرحة منات مع رابح سعدود بيقول له مهد واستنوا حضراته على الشاشة هذه محاولة يزيد وملعوبة وخطيرة وما بيقولش تسلل وهو الهدف الثالث الهدف الثالث للمنتخب الكزائري لا 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 رفيق جفور ليس يوم المنتخب المصري ما الذي حدث بين الشوطين اللي حدث مع بداية الشوط التاني رفيق جفور مع الدقيقة تلاتين سلاسية واحضان في المدرقات ونتيجة لم يكن احد يتوقعه هنا في جزائر وانهيار في الشوط الثاني لدفاع المصري بل للفريق كله لا نستطيع ان نلقي اللوم على لاعب بعينه مش ممكن ما يحدث في الملعب لا احد سيعرف ماذا حدث ما بين الشوطين هل ثقة الشوط الاول انعكست سلبا على الاداء سلاسية المرور الى مربع الحضري اشبه اشبه بسكين في زبدة اسهل مما نتخيل رغم ان الدفاع في الشوط الاول كان اروع واقوى من هذا الامر اللي هي الثقة ماسا حدث ماسا حدث يا حسن يا شحاب شوف انفراد 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 ما سيفعل الحضري يحاول لكنها الكرة صاحب القميس رقم عشرة جفور رفيق ازن المهاجم صاحب القميس رقم عشرة جفور رفيق احرز والمهاجم عبدالقادر غزال صاحب القميس رقم تسعة احرز هو لاعب الوسط كريم مطمور احرز الهداء كنا نتوقف احرز اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة